بحجرتهم المميتة يعرفها جميع الحاضرين في هذه القاعة وخارجها وهي الفقر والحروب وعدم الاستقرار وانعدام مساء للعيش الكريم الناتجة عن انتشار التصحر والاحترار المناخي وفقدان تنوع الأحياء أي التحديات التي عقدت من أجل مكافحتها ثلاثة اتفاقيات دولية مهمة هي اتفاقية أممتحدة لمكافحة التصحر يون سي سي دي والاتفاقية الإطارية للتغير المناخي يون أف سي سي واتفاقية تنوع البيولوجي وان سي بي دي وغير ذلك من الاتفاقيات الدولية والاقليمية منذ اعلان ريو دي جانيرو إلى يومنا هذا لقد نشأت الحضارات البشرية الأولى في أحواض الأنهار الكبرى في مختلف القارات ومنها وادي الرافدين دجلة والفرات وكان لمياه الرافدين بوفرتها وعذوبتها الدور الأكبر في بزوغ فجر الحضارة السومرية العريقة وهكذا فعل نهر النيل العظيم في أرض مصر لذلك فمن المقلق أن أحواض الأنهار الكبرى في الشرق الأوسط على وجه التحديد تتعرض إلى ضغوط وإجهاد كبيرين ناتجة في شقها الأول عن التغيرات المناخية وفي شقها الآخر عن التنافس على الاستخدامات والسيطرة على الموارد المائية المشتركة في ظل انعدام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف فاعلة أو أطر إقليمية للاستخدام المنصفي والمعقول للمياه المشتركة أو نابعة من عدم الاكتراث أساسا بتطبيق مبادئ القانون الدولي ومرجعياته المعروفة بما يؤمن حقوق جميع الدول المتشاطية إن هذا يفاقم للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويشدد حدة الأضرار السلبية لظاهر التغير المناخي التي أدت حسب ملاحظاتنا إلى انحسار حوالي 25% من الساقط المطري أو الغطاء الثلجي في أعالي الأحواض النهرية دجلة والفرات المنأن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الIPCC كان قد توقع انخفاض هطول الأمطار والثلوج بنسبة تتراوح بين 10% إلى 60% في حوضي دجلة والفرات وهذه بالطبع تترجم إلى انحسار مماثل في تدفق النهرين إلى بلد العراق مترافقا مع زيادة الطلب على المياه المشتركة لأسباب شتى منها النمو السكاني والاحتياجات الاقتصادية المختلفة ويتمخض ذلك عن منافسة غير منصفة لدول المصاب ومنها بلد العراق وفي وضع سياسي وأمني ملتبس كما هو الحال في الشرق الأوسط فإن العزوف عن التعاون وعدم احترام الاستخدامات القائمة والإجحاف بالحقوق المائية يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والاستقرار في المنطقة إن التأثير المركب للتغيرات المناخية وتشغيل السدود الكبرى أدى على سبيل المثال إلى انخفاض معدل إيرادات نهر الفرات بنسبة 50% خلال العشرين عاما الأخيرة وتغيير نمط الجريان الطبيعي ومواسمه كما أن التغيرات المناخية أدت إلى تقلص الغطاء الأخضر واشتداد التصحر فارتفعت معدلات درجات الحرارة في بغداد وجنوب العراق بحوالي درجة ونصف درجة مئوية على الأقل وهذا يمثل فقدان ما لا يقل عن 15% من إنتاجية الأرض حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراع على الأمم المتحدة FAO وخروج مساحات أخرى عن الاستخدام نتيجة ندرة المياه أو تحويلها إلى أراضي هامشية وتشير تقديراتنا إلى أن ما يقرب من 90% من الأراضي العراقية الخصبة إريخيا مهددة بدرجات متفاوتة بالتصحر الناتج عن الاحترار المناخي وشحة الإيرادات المائية وينطبق الشيء نفسه على دول منطقة ولهذا فقد لجأت مصر وكذلك العراق هذا العام إلى تقليص المساحات المزروعة ومنع زراعة بعض المحاصيل التي اعتاد السكان على زراعتها منذ فجر التأريخ بسبب ندرة المياه وهذا تحدي عصيب للتقاليد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأنماط سائدة ومستقرة بل ومتجذرة وتمثل حلقة حرجة في النظام الغذائي تمس حياة ملايين السكان سيدة الرئيسة أن التغير المناخي واستنزاف الموارد المائية يقضيان على خصوبة التربة فتتحول إلى أرض جرداء سترغم أي مجموعة بشرية على الهجرة إلى أماكن أخرى قد لا تقل قسوة بسبب انعدام القدرة على التكيف والهشاشة الناتجة عن العيش على ما تتيحه الأرض من كلاء وعشب ومزروعات تعتمد بدورها على مياه تتناقص مع الوقت أو هطول أمطار شحيحة بدأت أنماطها وتوقيتاتها تتغير بسبب التغير المناخي والأخطر في ذلك سيدة الرئيسة هو أن نزوح سكان الريف وهم منتجو الغذاء بالأساس يسبب خسارة مضاعفة أي نقصان في عدد منتجي الغذاء من جهة وزيادة في عدد السكان غير الآمنين غذائيا من جهة أخرى سيدة الرئيسة أن من الإنصاف قيام المجتمع الدولي بالتدخل الإيجابي الوقائي لتعزيز قدرة البقاء والاستقرار ومقاومة التغيرات القاسية في المعطيات الحياتية المعتادة في المناطق الهشة أو الأكثر تعرضا لتغيرات المناخية أي في دعم برامج التكيف مع تغيرات المناخ لأن ذلك ليس مطلوبا فحسب بل هو أقل كلفة من محاولات إسكان المهاجرين بيئيا واقتصاديا في أماكن أخرى أو إعادة تأهيل أراضيهم المهجورة التي قد يكون أصابها ضرر دائم بسبب هجرتهم لا يمكن معه استرجاع خصائص التربة الخصبة ومن الواضح أيضا استحالة إعادتهم إلى مواطنهم الأصلية أو تعويض خسائرهم هذا إضافة لأن الإجراءات الوقائية والاستباقية تسهم في تجنب المآسي الإنسانية التي تتحمل وزرها الأكبر النساء والأطفال والفئات الاجتماعية الضعيفة فضلا عن كون العديد من الإجراءات المطلوبة واجب قانونا على الدول الأعضاء الأعضاء في التفاقية المكافحة التصحر مثلا أو الاتفاقية الإطارية حول التغيير المناخي إضافة إلى الالتزامات الواردة في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 سيدة الرئيسة إذا كان لابد من إعطائي مثال فإننا نجد في تدهور بيئة الدلثة العراقية عند ثغر الخليج والممر المائي الشهير المعروف بشط العرب الموضع التأريخي لإسطورة السندباد البحري وجنة عدن في الكتب والأديان المقدسة مثالا صارخا على التحول القسري من نظام إيكولوجي للمياه العذبة غني بالتنوع الأحياء ومتميز بخصوبة الأرض وبغابات كثيفة لأشجار النخيل إلى بيئة للمياه المالحة نتيجة لزحف مياه البحر بسبب انحسار الإرادات المائية العذبة القادمة من مجار الأنهار التي تصب فيه منذ القدم وينهار دجلة والفرات والكرخى والكارون ولا شك فإن نفس المخاطر تتهدد دلتالنيل وأحواض الأنهار في المنطقة مما يهدد بدفع الملايين تحت خط الفقر وتجبرهم على النزوح قد يكون سيدة الرئيسة واجبا التذكير بالموقع الذي بزغ فيه فجر الحضارة السومرية العريقة وهو تكوين إيكولوجي فريد تكون عبر الأزمنة نتيجة التقاء الأنهار الكبرى في وادي الرافدين عند ثغر الخليج وتشكل منذ القدم كتكوين مائي هائل على تخوم الصحراء هي المسطحات المائية المعروفة بالأهوال العراقية التي كانت تغطي مساحة تربو على 15 ألف كم مربع استمرت معها أن ماطل الحياة السومرية القديمة إلى يومنا هذا بدون القطاع كالذي شهدت الحضارات القديمة الأخرى سواء في مصر أو شبه القارة الهندية أو في أماكن أخرى وأنشئت على حوافها المدن التاريخية العظيمة مثل أور وأريدو والوركاء وغيرها إن هذا الموقع العظيم تعرض إلى جريمة تجفيف متعمد في عهد نظام الحكم الدكتاتوري الذي أطيح به عام 2003 لكن الحكومات المتعاقبة فيما بعد التزمت بإنعاش تلك الأهوار وقد استعيد جزء مهم من الأرث البشري في ذلك الموقع وأدرج في تموز عام 2016 على لائحة التراث العالمي وهو اليوم يتعرض إلى جفاف تدريجي بسبب تغيرات المناخ إضافة إلى تحويل مجاري الأنهار عن مجاريها الطبيعية أو استنزاف مياهها وقد حملني سيدة الرئيسة أحفاد السومريين من سكان الأهوار ومربوط جواميس دعوتهم للمجتمع الدول للعمل على إنقاذ بيئتهم المائية ونمط حياتهم والحفاظ على التراث الإنساني وإن هذا ممكن في حال احترام المحددات والاتفاقيات الدولية المعنية من قبل دول الجوار وتحقيق الحدود الدنيا للجريان البيئي الذي يحفظ التنوع الأحيائي ويحمي طرائق الحياة القديمة والتقليدية التي تسمح باستدامة الأراضي الراطبة كذلك لا يسعنا إغفال الإشارة إلى التدمير الذي أحدثه الإرهاب في العراق في المنشآت المدنية والمائية على وجه الخصوص والإرهاب ظاهرة عالمية وليست محلية وبغض النظر عن الاجتهادات المختلفة لتفسير ظاهرة الإرهاب المتفشية في مناطق عديدة من العالم فإن عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية تسهم في انتشار التطرف والتزمد والانتقام وهذه بحاجة إلى مقاربات مختلفة تسهم في إطفاء البؤر الساخنة التي تنذر بالانفجار وندعو إلى اعتبار إجراءات التكيف مع التغير المناخي باعتبارها جزءا من مقاربات الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونعتقد أن الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتغيرات المناخية ذو ميزة خاصة لمنطقتنا وأخيرا فقد حملت رسالة من قبل الحكومة العراقية إلى هذا المجلس الموقر مفادها أن العراق يسعى نحو السلم والأمن والتنمية مع دول الجوار واتباع مقاربة التعاون المشترك بين الدول المتشاطئة لتقاسم المنافع إن وجدت وتقاسم الأضرار بعدالة وإنصاف في ظل شحة مائية وفي ظل التغيرات المناخية وبما أن تغير المناخي ظاهرة عالمية لا تتوقف عند الحدود السياسية فإن المقاربات الإقليمية الشاملة التي تستند على مبادئ القانون الدولي والمبادرات التي تتبع وسائل دبلوماسية لحل المشكلات بين الدول المتشاطئة مثل مبادرات دبلوماسية المياه وأمن الكوكب كسبيل لابتكار سياسات وبرامج ذكية مناخيا وبيئيا تجنب المنطقة والعالم مخاطر التوتر وعدم الاستقرار وتعزز الانتصار على الإرهاب والإسراع في إعادة إعمار البنى التحتية للقطاعات المختلفة وتعزيز إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والاستدامة في إدارة واستخدام الموارد الطبيعية وفي الوقت الذي يشيد فيه العراق بمواقف المجتمع الدولي الداعمة التي أسهمت في دحر الإرهاب على أرضه فهو يدعو بقوة إلى احترام حقوقه المائية ومنع انفاء الرافدين ويعتبر ذلك إسهامة مهمة في إشاعة الأمن والسلم والاستقرار وشكرا ترجمة نانسي قنقر